ترجمة نانسي قنقر بدينا في هذه الأشهر الماضية باتهية لإعداد مسيح جديد لإحتساب خط الفقر على مستوى العراق ومستوى المحافظة والأقضية التابعة إلها إن شاء الله خلال الأشهر المقبلة سيبدأ العمل الميداني هذا المسيح بغية الحصول على مؤشر خط الفقر الوطني والتعرف على معدل انفاق الأسرة ودخل الأسرة ومن ثم الحصول على أعداد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر فيما يخص الأنشطة الأخرى لمديريتنا نحن إن شاء الله بدينا في الأشهر القليلة القادمة سنبدأ بحزمة جديدة من القرى المشمولة بصدوق التنمية الاجتماعي لتنفيذ عدد من مشاريع التنمية في هذه القرى بناء على اختيار سكان هذه القرى نفذنا ثلاث مراحل من هذا المشروع المهم نفذنا بحدود 32 قرية والآن إن شاء الله هناك وجبة جديدة من القرى ستقار من قبل اللجنة العليا ومن ثم تقوم لجان الحج المجتمع بزيارة هذه القرى واختيار المشاريع فيها أيضا إحنا إنجزنا تقرير لمسح المولدات نفذ في جميع انحاء العراق بما فيه قليم كردستان المؤشرات تقول أن في نينوى حدود 4500 مولدة موزعة على 1500 موقع معدل سعر الأمبير كان في 2022 بحدود 12000 دينار وهو الأعلى في العراق فيما يخص محافظة نينوى خارج أوقات الذروة أيضا معدل ساعات التشغيل كانت في حدود 12 ساعة سنويا يعني شهريا ومن معدل السنة هو 12 ساعة وهذا يؤكد أن هناك عبع على الإسراء في محافظة نينوى في دفع عجور المولدة وبالحاجة إلى دعم هذا الموضوع بشكل كامل أكثر من 73% من المولدات في المحافظة تتلقى وقود مدعوم 27% فقط هي التي لا تتلقى وقود غير مدعوم وبالتالي هناك حاجة إلى دعم هذه الشريحة وأيضا حاجة إلى تخفيف معاناة المواطنين خاصة أننا نعيش في محافظة عدل خامسة على مستوى الفقر في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر